وصفة البامية والبصل والفراخ في طاج واحد أيوة هنعمل البامية مع البصل مع الفراخ في طاج واحد هتعمل الجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي هتعمليها ازاي يا أمو فيلم هعملها لك بطريقة سهلة وبسيطة ولو انت ست موظفة ومستعجي لو عايزة تعمل أكل سريعة بسرعة وفي نفس الوقت تبقى جميلة ولها طعم وريحة زي العصل جربي طاج البامية والبصل والفراخ في طاج واحد شايفين طعامة ومستويه وزي الفل عاوزين تعرفوا الوصفة ازاي عملناها والطريقة عملناها ازاي كملوا الفيديو للآخر يا صباح الفل صباح السعادة صباح كل حاجة حلوة على أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة النهاردة هنعمل الوصفة بتاعة الفراخ بالبامية بالبصل في الطاجة بتقول لي سهولة وبكل بساطة مكوناتها ايه يوم فيلم المكونات معايا فرخة مقطعاها طبعا فرخة واحدة مقطعاها تقطيعا اللي تعجبك واللي تريحك ومعايا كمية من البامي طبعا البامية الزيرو اللي هي الصغيرة ليه بامية صغيرة يوم فيله عشان خاضر تستوي معانا بسرعة ومعانا كمية من البصل مقطعينها حلقات صغيرة عشان خاضر تخلطها مع البامي وتدينا الطعام الحلو البهارات فلفل وملح ومكعب ومرجل خضروات انا مش هحطي اي بهارات تاني براحتك البهارات الموجودة عندك في بيتك هي لتحطيه معانا كيس من الصلصة انا طلعت وفكيته وحطيت زودت عليه ميه وتبلته وسبته غلوتيان عشان خاضر هزجي به الفراخ اللي انتو شايفينها قدامكم اول حاجة حطيت البامي وبعد ما حطينا البامي حطينا عليها البصل ونخلط البصل مع البامي ده طعم خرافة بجد لو انت حابت جرب البراني زبدية دي في ناس بتعملها بتقول عليها براني بالامانة تاني لو انت عملتيها بالطريقة دي جربيها مش هتندمي ابدا رشينا شوية ملح رشينا شوية فلفل اسود وبعد كده الرصي بفراخ بتاعتني طريقة سهلة وبسيطة للستات اللي هم موظفين طبعا بيبقوا مستعجلين جايين من مدرسهم جايين من موظفتهم مستعجلين ومش عاوزين يعملوا اكلة جميلة وفي نفس الوقت تكون سهلة وسريعي عشان خادر تحضرها لا فيش اسرع من الاكلة دي ولا اسهل من الاكلة اللي انت شايفها جدها مكدين حاطينا البامي حاطينا البصل حاطينا الفراخ كده زي العسل نرش عليهم رشة من الفلفل اسود وبعد كده نحط الصلصة اللي احنا مسيحينه ومجهزينه طبعا الصلصة انا هطعمها بيه طعمها بيه مفيله انا هطعمها مكعب مرجد خضروات وحبة من الفلفل اسود وشوية من المالح بكده طعمنا الشربة بتاعتني اللي هي الصلصة اللي احنا فكناها دي الصلصة اللي انا مفرزها معاكم فكتها وزودتها شوية مي وسبتها غالت غلوتيا وبعد كده هزيد بيها الفراخ اللي انتو شايفينها جدامكم دي طبعا تجيبي طاجن فخار لو انت ما عندكش الطاجن الفخار دي يبقى انت تعمليها في صوني برضو هينفع خالص قادر منظر الصوني وهنغطيها بورج السلفان لازم تغطي الفراخ بتاعتك بورج السلفان ليه مفيله عشان خاطر يحبس الحرارة معاك طبعا والفراخ ان احنا حطينها ني ما سردناهاش ولا اي حاجة كل حاجة حطناها في الطاجن كله ني فلازم تغطيها بورج السلفان بالشكل دي وتغطيها تحكم عليها الورج كويس جدا ونحطها في الفرن على درجة حرارة 180 تطلع معاك تجمل طاجن بامية بالبصل والفراخ بامانة زي العسل ولما انت هتغطيه بالدرجة الحرارة دي معاك هيستوي بسرعة يلا مسافة ما احنا حطناه في الفرن نعمل جنبيهم شوية رزب شعري طبعا شوفوا طريقتي في الرزب الشعري ازاي ام فيله بتعمله رزب شعري وبتعمله بيطلع مفلفل وتطلع الشعرية حلوة ومحمرة شوية من الزيت شوية من السمني ليه ام فيله حطينا زيت وحطينا سمني عشان قدر تاخد اللون الدهبي الجميل وتاني حاجة احنا هنسجب مي لو احنا هنزيد الرزب الشعري شربة كان ليه طعم تاني بس احنا حطينا سمنة وزيت عشان يدينا نفس طعامة الشربة بالزبط طبعا انا هجلب في الشعرية على طول على طول عشان تاخد اللون الدهبي لما تحمر معاي وتاخد اللون الدهبي ليه لما انا هنزل عليها بالرز على فكرة لو انت جربت الطريقة دي مش هتندم ابدا لان طريقة الرزب الشعرية بالطريقة دي طريقة جميلة وفعالة وحلوة جدا وهتطلع الرز مفلفل معاك والحباية بحبيته طبعا الشعرية معاي حمرت واخدت اللون الدهب الجميل دي هنزل بكمية الرز الرز طبعا براحتك الكمية الرز اللي انت حابة تعمليه انا حطيط الرز بالشكل دي مش هزيد المياه غير لما الرز المسافة ما انت تجلب فيه ياخد اللون الابيض يبيض معاك شايفين هو لونه عادي انا هجلب مرة واثنين وثلاثة لغاية ما لونه بيجي ابيض بالشكل اللي انتو شايفينه دي الحباية لون هتغير ليه لما انت هتبتد ان انت زيدي المي لو انت زيدي المي على طول بعد ما حقيته الرز بالامانة تاني كان عجب منك بس هو كده الرز معاي شكله حلو والرز هي فتحت معاي بالشكل ده انا هزيد مياه طبعا ما فيه شربة انا هحط المياه بالشكل دي وهطعم الشربة دي اشطعم المياه دي ازاي او مفيله وكعبين مرجة خضروات بالامانة تاني الرز لما انت بتحط فيه مرجة الخضروات بتديك طعم تاني بطعم روعة طعم بصراحة زي العسل وشوية من الملح طبعا تزبط الملح بتاعك بعد ما تحطي المرجة لان مرجة الخضروات بيبقى فيها نسبة ملح فانت بعد ما تحطي المرجة تشوفي النسبة المعينة انا هغطيهم واسيبهم ولما يستويهم هرجع لكم تاني هنا الرز استوى معاي وتفلفل والحباية بحبيته والشعرية باينا مفلفلي وبامانة لونها زي العسل الشعرية لونها دهبي والرز لونه ابيض طعمه ريحي زي العسل جربوا الرز بشعرية بالطريقة دي مش هتندموا ابدا عملناها بكل سهولة وبكل بساطة هدينا هندوقوا الرز معاكم مستوي وطعمه حلو يلا نشوف الطاجن بتاعني استوى وبيجوا شكله ايه وادي الطاجن بعد ما استوى وطابه بيجي زي العسل هو بامانة سخن مولع طبعا الورج السلوفان سخني جدا انا عن ريحي شايفين طعامه وريحي وطعم زي العسل بامانة بشي قدرة اقولك على ريحة الطاجن طالعة جميلة جدا معروفة من ايام زمان الفخار دي تي لما بتعمل فيه الاكل بيطلعلك الاكل لطعم تاني بالامانة تاني اجمل من الحلل الطالعة الجديد مفيش اطعم ولا الاز من اكل الفخار جربي انك تعملي في الضواجن دي هتديك طعم جدا طعم حلو جدا طبعا انا هنا هوريك ان الفراخ استوت معاي طبعا حقنا الفراخ ني ما سلقناش ولا اي حي شايفين الخضار اللي انا حطيته من تحت استوى زي العسل واد طبق الرز بشعرية معاني هنطلع ونغرف مع بعض وهوريكي طعامة وحلاوة الطاجن البامية بالبصل بالفراخ في طاجن واحد جاربيها مش هتندمي ابدا اكلة سريعي اكلة اقتصادية اكلة طعمها خطير الفراخ بالامانة تاني الطعم بتاعي زي الفراخ المشوية بالظل انا هنا بوريكي الخضار من تحت البصل والبامية استوى وبيجو زي العسل شايفين البامية من تحت بامانة روعة ولا البصل البصل خد من نفس طعامة الصوص اللي نازل من الفراخ طبعا قدهنا طعم عسل عسل دي الكبدة بتاعت الفرخي استويت معانا وعيني البامية بيجي زي العجوة طهبت واستويت انا اطيب لك هااكلها معاكم مجربي وهاقول لك إل كانت مستوية ولا لما تحط الخضار بالشكل ده على الرزه بالامانة روعة يعني هو بالمنظر دي بشكله بيتاكل لوحده كده وعيني البامية مستوية طائبة زي العسل طبعا ما فيش ألز ولا أطعم من أكل الفخار جربوا انك تاكل في الأكل الفخار دي أكل زي العسل أكل جميل أكل اقتصادي بأمانة طعم والروعة والفراخ مستوية هي بصراحة سخنة ومولع نار فأنا مش قادرة أمسكها بأدية بصراحة فأنا هاقطع لكم قطعة ووريكي شايفة الفراخ طيبة واللحم دايب من جوا يعني مش نية ولا أي حاجة أنا هاقطع قطعة معاكم برضو وهو الرهالك وهو ريكي الطعام والجمال اللي انت شايفها بالشكل دي شايفين حاجة حاجة من الآخر حاجة روعة طعم وريحي زي العسل ما فيش أجمل ولا أطعم من الأكل الفخار شايفين أنا بقول لك الخضار مع الرز جميل جدا شايف أنا باخد منه الخضار والصوص اللي في الطاجب من تحت لو انت حابة تكليب العشي البلدي برضو طعمه جميل جدا لو عايز تكليبه مع الرز بالشكل دي برضو طعمه حالو بس لو انت عايز تغمزيه بالعشي البلدي برضو طعمه حلو جربوا الطريقة مش هتندمه أبدا طريقة سهلة وبسيطة على طريقة أومفيلو جربوها مش هتندمه وأنا هنا بقول لك الطعم خيال بأمانة تاني طعمه روعة 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 والرز مفلفل معاه شايفين الحبيب حبيتي الرز بشعري ما فيش أجمل ولا أحلي من أكل الفخار جربوا طريقة أيام زمان أيام ست وستك لما كانوا يعملوا في الفخار اللي انتوا شايفينه جدامكم دي كان يطلعوا أجمل وأحلى قتل شايفين الطاجن البامية بالبصل بالفراخ في طاجن واحد جربوه مش هتندمه أكلة سريعة واقتصادية على طريقة أومفيلو اللي كان عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة حطونا لايك ليه شجعونا بيه واللي ما اشتركتش تتفضل تشترك وأنا مفسودة جدا من كومنتاتكم وتعلاقاتكم الجميلة اللي بتفسطني وتفرحني بصراحة أكتر من مشترك بيدخلوا بيكتبولي كلام جميل جدا بيفرحني وبفسطني بشكركم جدا على تعلاقاتكم وكلامكم الجميل اللي بيسعدني بيديني طاقة إن أنا أكمل وأعمل لكم فديوهات أجمل من كده بكتيب لو أنتوا حابين وصفة معينة أو أكلة معينة اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هعمل لكم الأكل اللي أنتوا عاوزينه أو الوصفة اللي أنتوا عايزيني تنسوا نشفى اللايك والشير وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد يا جمل وأحلى متابعين